اشهدت شركة مايكروسوفت العالمية بتجربة مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي في القطاع الحكومي واعتبرتها من الدول الرائدة عالمياً وأقليمياً في هذا المجال نعم جاء ذلك خلال مشاركة مملكة البحرين في المؤتمر السنوي الرائد لمطوري ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات الذي يقيم في مدينة سايتل بالولايات المتحدة الأمريكية عندما بدأت البحرين تكثيف جهودها في سبيل إحداث نقلة نوعية تحل على قطاع التكنولوجيا فيها داخل أروقة عمل عديد المجالات الحيوية وبعد أن تلى ذلك من ترسية لدعائم تحول رقمي وجه بعناية ليكون مسهلاً لآلية تقديم الخدمة الحكومية للمستفيدين منها أولت الحكومة عظيم اهتمامها واتجهت صوب تذليل إمكاناتها بالكامل للنهوض بالتكنولوجيا الحديثة والاستثمار في القطاع التقنية المتقدمة وتوظيفها في مختلف القطاعات الخدمية وتفعيلها بشكل شمولي بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الدولية المختصة الأمر الذي أسهم في تسريع وطيرة النمو الاقتصادي تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين نجاعة السياسات الحكومية بات من السهل عليها استدلال أماكن المعيقات لتألف إزاحتها فضلاً عن التفكير بأجدر الحلول والأدوات المناسبة لتفعيل سياسة الحوسبة السحابية وتقديمها للخدمات الحكومية ممعنة النظر ومحدقة بعيداً نحو آفاق مستقبل عولمي تنتقل فيه الجهات الحكومية نحو بيئة الحوسبة السحابية في ظل ما توفره من ميزات تقنية وإتاحة العمل ضمن بيئة موثقة وآمنة تتكفل بدعم واستمرارية تقديم الخدمات وديمومتها ونتاج ما تقدم أنه جعل من البحرين مثالاً تحتذي به الدول الأخرى نظير حجم الإنجازات التي حققتها في قطاع التكنولوجيا المتطورة والتي لم تكن لولا حقيقة الدعم والحرص المستمر الذي توليه حكومة مملكة البحرين والمنصب على استغلال التقنيات الحديثة وتبنيها بجانب تنفيذها للمبادرات والبرامج الرقمية ومنها سياسة الحوسبة السحابية أولاً وتطبيقها لجملة من القوانين التشريعية المحاكية لآخر المستجدات في الجانب التقني وصولاً إلى الاستفادة منها ما أمكن لنحو يضمن تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتطوير خدمتها بجودة عالية لتلفزيون البحرين محمد رشيدات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة